اهلا بكم معكم رانيا سلطان وزيح كاتم الولايات وانا النهاردة جاي عشان اقول لك حاول ان انت ما تستعملش الكريك كارد بتاعك على قد ما تقدر وخصوصا ما تيجي تشتري الجروسري بتاعك وكمان ما تتعملش مع البنوك طبعا هتقول يا رانيا هو انت جاتها الراجي يعني ايه ما نستعملش الكريك كارد وما نتعملش مع البنك اما هنقوم بالتزاماتنا ازاي في الفيديو ده انا جاي اقول لك على البدائل اللي ممكن تساعدك وتوفر عليك حاجات كتير منها الانترستريت ومنها الفيز والكلام ده كله البديل ده انا لما عرفت عنه بحثت عنه كويس عملت الريسورش سألت الناس اللي استعملوه شفت الريفيوز اللي عليه والناس بتقول ايه ولقيتها حاجات ايجابية كتير فانا هبعلغك عنها عشان تبقى اعرف الابشنز المتاحة ولكن في الاخر القرار قرارك دي فلوسك ودي امور حياتك والتزاماتك انت قادر الناس بيها فاللي مطلوب منك بقى ان حضرتك كده تمسك الحسابات بتاعتك وتقعد تحسب وتشوف وتشوف هل الابشن ده حينسبك ولا ففي الاخر القرار قرارك ولكن انا دوري في القناة ده في القناة دي ان هي هتعرفك النظام في امريكا ايه تفهمك السيستم تقولك الابشنز اللي قدامك علشان تبقى عارف وبالتالي تقدر تدير امور حياتك بطريقة افضل فعشان كده بقى سبسكراب في القناة اشتراك في القناة امر حتمي لو انت عايز تعيش في امريكا او سيجي امريكا وتعيش بشكل كويس يبقى لازم تشترك في هذه القناة شاير الفيديو بقى وقول لصحابك يتطراجوا على الفيديو ده انه هو مهم جدا جدا وهيت the like button وتعالوا نتكلم على البدائر بقى لي كتير بقول ان اسوأ انواع الكريدت هي الدبق الدتس اللي عليك الجيون هي الكريدت كارد ليه؟ لان حياتك نفتح الكريدت كارد بمضوق على ورقة كده يقول لك ان احنا هنفتح الانترست يعني ممكن نزود الانترست في اي وقت غير اي لون تاني بتاخده لو خدت personal loan card loan student loan حتى لو خدت لون عشان تشتري بيت they lock the interest تفقوا معاك على الانترست وي lock it تقعد بقى عشرين تلاتين سنة تصدد في اللون ده ولكن الانترست بتاعت مقفول خلص اتفقتوا على رقم بيفضل هو هو غير الكريدت كارد من حقهم يزودوا الانترست بتاعه زي ما هو بس بيبلغك يعني ده ده اخره معاك فطبعا بتلاقي الانترست بيزيد كتير جدا طبعا بعدما الفيدرال ريزيرز يزود الانترست ريت 5.5% رقم عالي جدا 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 فالرقم ده خلى بقى ايه تطلع دلوقتي للسماء الانترست ريت كام دلوقتي 25% ده المتوسط يعني فيه ناس الانترست ريت بتاعها اعلى من كده فيه كريدت كارد زي انترست ريت بتاعها اعلى من كده المتوسط 25% يعني حضرتك لو عليك دين على الكريدت كارد 10.000 دولار فانت في السنة الجاية هتسددهم 12.500 يعني في خلال اربع سنين بس هتسددهم 20.000 دولار يعني انت بدأت البرينسبل بتاعك 10 بعد اربع سنين حيبقى الايه البرينسبل زائد الانترست بتاعك 20.000 دولار اربع سنين بس انت متخيل حاجة مش طبيعية طبعا لما بقول الحاجات دي الناس بتتدايق بطيدي بقى تزعل منه انا بقى وتتخلق معي وتش بتجيب الكلم ده مني فانا دلوقتي هجيب لك كزا ماستر عشان تشوفها بتشوف الماستر الاسم بتاعه والتايتل والتاريخ وانت بقى تقدر تدخل وتقرب التفصيل ورايا وتتأكد من المعلومة مرة واثنين وثلاثة عم جايب لكم 3 اربع مصادر كده علشان ايه نأكد المعلومة على الجميع من حقك لازم تبقى عارف ايه اللي بيجرى حواليك فنشوف كده مع بعض اول ماستر جايبه لكم من فوربز ادفايزر وبيقول لك اهو ايه يعني ده 14 اوجست يعني لسه من كام يوم كده فده التقرير الاخير اللي طالح طبعا الجراف ده بيبينه لك الاحمر ده هو الانتريست عمالي يزيد فطبعا بدرجة عالية جدا هنا حسب الكلام بيقول لنا ايه the credit card average interest rate كام 24.72% يعني تقريبا 25% رقم عالي جدا 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 يعني ربع اللي انت الديون اللي عليك هتتفحها انتريست عليك هنا بقى ده انواع الكريدت كارز المختلفة عموما معظم الكروت بتبقى بكاف 24.72% يعني تقريبا 25% فانا هكلمك وانا بقراها بالتقريب لو عندك airline card حتبع شركات الطيران 25% hotel cards hotel cards 25% flexible reward cards عندنا تقريبا 24.5% cash back cards ودي كتير قوي من الناس بيستعملوا اخصوهم عشان الجاس وكده تقريبا 25% zero percent APR cards كلنا عندنا واحد منهم على الاقل 25% balance transfer cards 25% انا كنت عملت فيديو كامل على balance transfer cards احبك ان انت ترجع تتفرج عليه balance transfer cards ده بينفع في الفترة الاولانية فترة السماح اللي هو ما بيحط لكش اي interest فانت لو عايزت transfer الحساب بتاعك بيبقى اول من 6 ل 18 شهر على حسب بقى العفرة اللي بيدهولك بيبقى zero interest وبعد كده بيبتدي بقى accumulate interest فلما بيبتدي accumulate interest بتبقى 25% زي ما هو بيان عندك هنا لو عنده student card 23% لو business card تقريبا 24% فدي الكاردز اللي قدامنا طبعا الكريدت الكريدت السكور ده بيتحسب عبارة عن الانترست بيتحسب عبارة بناء على الكريدس سكور بتاعك الكريدس سكور بتاعك كل ما الكريدس سكور بتاعك يكون احسن كل ما تقدر ان انت تاخد كريدت كارد بinterest rate اقل فلو انت بقى super prime كريدس سكور بتاعك مفيش احسن من كده يعني 740 points او above يبقى حتبقى الكريدت كارد الAPR بتاعه من 16 ل 18 لو prime يعني بين 670 739 فانت بتتكلم بين 20 و 22% الزمان ده كان ربما ده عالي جدا دلوقتي بقى هم الناس اللي ايه السكور بتاعهم جيد sub prime اللي هو يعني متوسط من 580 ل 669 من 22 ل 24% sub deep sub prime اللي هو اقل من 579 or below فبتتكلم على 24% فاكثر وطبعا في نفس الاسب بيدفعوا 30 و 35 وارقام كبيرة كده ده من فوربز ادفايزر طيب نجيب واحد تاني landing tree التقرير ده طالع امتى 14 august شايفين معايا التواريخ يا جماعة علشان ايه دي اخر اخر حاجة برضو بيقولك ان 24.37 اتناني كان بيقول فاصل 72 هنا بيقول فاصل 37 يعني العاجات البسيطة دي بقى مش قوي كده ولكن ايه اا لكن هي دي الارقام دلوقتي يعني احنا نتكلم تقريبا في 25 في المائة هنا برضو عاملن لك اا يعني تيبل لطيفة جدا بيقولك الانواع بتاعة الكارز اللي انت المختلفة ايه ده المينيمم اللي ممكن تدفعه وده الماكسيم اللي ممكن تدفعه وده المتوسط بتاعنا ف الافراج اي بي ار كارز اول اول نيو كارز افرس وانا تتحق كارت جديد هيبقى تقريبا منتكلم فيه 24.37% ده حسب لندنج تري ما الحسابات بتاعتهم جابت جدا وده بقى كل انواع كل انواع الكروت يعني تقريبا هي نفس نفس الانواع داينينج روورد كارت مثلا تقريبا 24 يعني 25% فدي كلها ودي برضو انواع حاطت انواع كتيرة من الكريدك كارز اكتر من فوربز مصدر اخير انفستوبيا انا اسفل انفستوبيا انفستوبيا كتبين هول افرش كريد كارد انترست شهر اغسطس 32 وشهر اللي احنا فيه دلوقتي ده وبيقولك ان الميدين افيلبل ريت ريمينز فلات اخر جومبك 25 بيسس بوينت ان جولاي طيب تعالوا نشوف كده اه ايه بقى اهو تقريبا بيقولك 23.99% فيعني احنا بنتكلم هما هنا حزبينها انها على 24% فدي كلها كل شركة من دول لها طريقتها في الحسابات بتاعتها لكن بناءا على الكلام ده بيحدد الكريد كور بتاعت هيكون عامل ازاي المصدر ده اللي انا جيبه لكم برضو من لندنج تري بيتكلم بقى طيب ايه متوسط الكريد كارد ده يعني الناس هنا في امريكا بيبقى حطين فلوس ديون اللي عليهم على الكريد كارد كام فالحقيقة حسب لندنج تري وده في شهر اوجست برضو اهو 14 اغسطس يعني لسه جديد فبيقولوا ان هو نط فوق التريليون دولار الامريكان مديونين بالتريدي كريد كارد كلنا كده مع بعض علينا تريليون دولار ديون على الكريد كارد فطبعا رقم كبير جدا نط فوق التريليون دولار ديكم شايفين عمال يطلع يطلع فيه صعود مستمر دي كلها جرافز ممكن تشوفوها هنا بقى جايب انهالك بالولايات كل ولاية من دول الني كريد كارد الناس اللي بتبقى مديونة فيها ديون عالية جدا فعملين تيبل كويس اوي لو انت عايز تبص عليه اعلى ناس هنا في كياء امريكا عليهم ديون على كريد كارد ولاية كونتيكت تقريبا 9400 دولار هنا بقى ممكن شوى مثلا ولاية تكسس 8700 ده المتوسطات يا جماعة فيه ناس عليها 20 و 30 ألف على كريد كارد فيه ناس عندها خمسة وستة فدي المتوسطات طبعا دي أرقام جماعية كده فممكن انت بقى تمسكها كده الحياة تيبل لطيف جدا لو انت عايز تبص عليه ديك يعني في الأرقام والحسابات والإحصائيات والكده أنا دايما بحب ببص على الإحصائيات دي بس الأول لازم تعرف هم بناء على ايه حسبوا الإحصائيات طبعا هتقولولي اتبسطت كده يا رانيا نكدت علينا بقى وقلتلنا ان الانترست ريت عيلي اللون من اي حتة تانية بيكون بتاعه قليل بكتير تزد باللون بتاع الكريدت كارد علشان تخلص منه وتكمل باللون اللي بتاعه واطي طب تجيب الانترست القليل ده منين هتجيبه من الكريدت يونيونز مش من البنوك طبعا الفيديو دلوقتي يوصل لعشر دقايق أنا عارفة ناس كتير تبعت تقولي يا رانيا ما تطوليش الفيديوهات عن عشر دقايق فأنا الفيديو ده كان فيه شوية معلومات الفيديو اللي جاي هكلمك ليه كريدت يونيونز احسن من البنوك خصوصا في موضوع اللون او ان انت تاخد منهم او تدفع لهم فحكلمك على ده فيديو مهم جدا 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 عشان تعرف الفرق بين البنوك والكريدت يونيونز وتعرف تستعمل دا امتى استنوني في الفيديو اللي بعد كده بناءا عارفتك عشان الفيديو ما يتوارش كمعك رانيا سلطان ودي حكايات من الولايات